عبر خدمة سكايف من الجزائر من عريب القيادة في جيل جديد من عريب مرعوك جد الكبير وتضارب وتراشق في التصريحات بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والسؤال الذي برز أبعد من مسألة إرجاع هذه البلدان لهذه المنتجات الفلاحية للجزائر وهو ما تأثيرها على صحة الجزائريين أهلا أخي جمال تحية لك ولكم مشاهدين قناة المغاربية نعم في الحقيقة عندما نشوف أبعد من ذلك أبعد من كون أن يوجد سلعة صدرت من الجزائر لبلدان عديدة وأرجعتها في آن الوقت نعرف أن هذه البلدان لها حتى تحمي سوقها وتحمي المستهلكين أيضا أنها تستعمل عندها معايير تستعملها ولكن مطلع بقشد المعايير مع سوق تحاب فإن السلسلة تمنعه من الدخول حقيقة لك إيش من حجم المبادلات الزراعية اليوم في الجزائر يتمثل تقريبا 57 مليون دولار فقط يعني مرأيش ليست بالضرر الاقتصادي الكبير هذا الذي نعرفه ولكن نعم السؤال الجوهري هو ما هو عواقبه على صحة المستهلك وصحة الجزائريين نعرف أن هذا السوق يعني استعمال مبيدات الحشرات في الزراعة ومضير بالصحة يعني كان دراسات عديدة في العالم تثبيت وذلك نشوف اليوم أن في الجزائر عندنا مشكل وهو أن السوق المبيدات هذه غير يعني غير مراقبة ولا يوجد حتى عندنا نقص كبير في الجزائر وكل اللي في الميدان يعرف أنه عندنا نقص كبير في المخابر في مخابر يعني حتى لمطابقة الجودة ومعرفة جودة هذه المبيدات نعرف أنها يعني مسؤولة مباشرة والبحوث أثبتت ذلك أن هذه المبيدات مسؤولة مباشرة يعني عن ظهر عدة أمراض من بينها السرطانات ومختلفة السرطانات نعم لذا السؤال يوم جدي وحقيقة هو حول ما يستهلكه الجزائري يعني من سلع ومنتوجات زراعية يعني في البلد نعم سؤال جدي طبعي يعني خليل نقول لك بين قوسين من حقها على كل دول هي التي تحمي مصالحها وكل دول هي التي تحمي مواطنيها ومستهلكها إذا كان المعايير حتى تستورد منتوجات زراعية في الجزائر ليس بالمعايير القاسية أو المعايير المتشددة فبالطبع أنها إذا كانت قدرة تصدر هذه البطاطا الكندا إلى الجزائر فأهلا وسهلا ويعني خليلين قول بين قوسين بصحتهم يعني المصدرين الكنديين نفس الشيء بالنسبة للجزائر إذا كانت الدول الأخرى تحمي مواطنيها وتحمي المستهلكها فيجبوا علينا إحنا كجزائريين كمنتجين جزائريين عليهم أن يكونوا يعني إنتاجهم يرقى إلى هذه التصنيفات العالمية وأن يكونوا يطابقوا بمعايير العالمية المشكلة اليوم في الجزائر أن اليوم نمشي بدون خطة بدون خطة بتوجه استراتيجي في كل جميع المجالات منها المجال الزراعي نشوف اليوم أن الجزائر حتى ما نضخموش الأمور نشوف اليوم أن صاديرات الجزائر في نحية المنتوجات الزراعية لا يتجاوز 57 مليون دولار فقط يعني من بينهم 89% عبارة عن تومور يعني لا يمكن أن نضخم لكن هنا الحادثة اللي وقعت بين مع المشكلة مع كندا ومع البلدان وروسيا وقطر اللي يرجعوا لمنتوجات الزراعية يعني أكثر ما يكون مشكلة اقتصادية في نظري أعتقد أنه مشكلة صحة عمومية أولا يعني شوفوا لماذا هذه البلدان رفضت رفضت مايش بلد واحد ولكن عدة بلدان في نفس الوقت رفضت منتوجات وترجعتها للجزائر كأنني دمرتها وكأنني أرجعتها للجزائر أعتقد أن علينا اليوم أن نرى ما ستمثل حقيقة المشكلة للصحة العمومية في الجزائر أو لا وما يستهلكه المواطن الجزائري حقيقة يجب على الجمعيات المستقلة التي يمكنها أن تقوم بهذا النوع من تحريات يجب أيضا على الدولة لكن نفس ناحب تصدير الكلام الذي قال رئيس جمعية المصدرين الجزائريين الذي كشف هذا الموضوع ويقول اليوم أن هذا ربما يتعلق بجزء فقط هناك بطاطا مثلا أو مواد يتم تصديرها لإسبانيا وللإمارات كذلك وعادي يعني ليست تتوفر على كل الشروط ربما يعني ما نجمع المكروش أنا قلت لك كان فيه منتوجات رأي تصدر للخارج وبنبع أنها دخلت للسوق الأوروبية أو للسوق هذه الدول فإنها تكون مطابقة لهذه المعايير المعايير اللي وضعتها هذه الدول وخاصة في الدول الأوروبية والدول المتقدمة أنا أعرف أن المعايير جد وقاسية حتى يحمل مستهلكين حتى ما يوليش عندها مشكلة صحة عمومية لكن بما أنه كان منتوجات لترفض بما أنه كان منتوجات لترفض إذا كان فيه حجم كبير ونحن لا عندناش المعلومات نشوفه بلي أن ينتظاره بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة حتى المعلومات لا عندناش معلومات دقيقة عليها الصحافة حولت أنها تنشر بعض المعلومات ولكن لم ترقى إلى أن تكون بصفة رسمية هذه المعلومات حتى نعرف إن كان المشكلة سيتحول إلى مشكلة صحة عمومية أعتقد أن لا يجب علينا أن ننفعل أكثر من اللازم يجب على المسؤولين أن يحددوا ذلك بشكل دقيق يجب على المختصين أيضا أن يبحثوا عن المشكلة إن كان سيتحول إلى مشكلة صحة عمومية أو لا وأعتقد أن الأمر سيحل في القرآن طيب رحاتي تالي سياسة بمنظومة الحكم بالطبع منظومة الحكم يعني كل شيء يتغير في بلد أنها تعلق من منظومة حكم نحن نشوف أن منظومة حكم هذه كل مجهوداتها يعني خلينا نقول لكم 62 إلى اليوم كان فيهم مراحل وين حاولت بين قوسين حاولوا أن نخرج من هذه الأزمة لكن في كل معاهد تاريخنا الحديث أعتقد أن منظومة الحكم كانت كل مجهوداتها مبذولة حتى يبقى أفرادها في الحكم ويبقوا مسيطرين على الجزائر ويسيروا الجزائر حسب نظرهم وحسب رؤيتهم للجزائر أعتقد أن منظومة الحكم حقيقة يجب أن تغير في الجزائر يذكر أرضنا الخلاص لنا اليوم نشوف أننا جاز جديد يطمح لأم أمور كثيرة يطمح لأن يتطور يطمح لأن يقود الجزائر نحو الأحسن اليوم لدينا مؤهلة تسمح أننا نلعب الأدوار الأولى في إفريقيا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط ولكن مع الأسف نشوف أننا لدينا مشاكل بديهية ما زال نحولها اليوم في الجزائر ما زال لدينا مشكلة المواطن لا يمكنها أن يعالج ما زال لدينا مشكلة اليوم المواطن أسعار المواد الأولية ليتناولها المواطن ما زال يبني قدرة الشرائية التي عم تسمح لها أن يتناولها كل هذه المشاكل هي عبارة عن تدعيات لمنظومة حكم متهالكة ومنظومة حكم قديمة اليوم بما يخص ذلك يجب علينا كجزائريين أن نتحرك بهذه المناسبة يمكن أن نذكر أننا في جير جديد وعم مجموعة من نشاطاء في المجتمع المدني ونشاط أحزاب سياسية أخرى قمنا بمبادرة اسمنا المواطنة هذه المبادرة الهدف التاح الأول والأساسي هو تغيير منظومة الحكم تغيير نظام الحكم في الجزائر نروح لمرحلة تدريجية نروح لمرحلة تدريجية تسمح لنا بناء مؤسسات قوية وإعادة نظم الجزائر البيت الجزائري خاصة أعتقد أن هذا وحل الوقت مع حلول الانتخابات 2019 أن يتنظموا الجزائريين وأن يخرطوا في العمل وأن على كل جزائريين أن يعووا أنهم لا يمكنهم أن يغيروا شيء إن لم ينخرطوا قضية المهدي منتضرة وشيء من هذه القبيلة وكان إنسان أو مجموعة لها تغير كل شيء بدون الجزائري أنه يتحرك بدون الجزائري ما ينخرط في هذا العمل الجماعي لا يمكن هذا والتجربة أثبث ذلك لهذا أدعو من خلال حصاتكم هذه ومن حصات قناتكم الموقارة هذه أن كل المواطنين أن ينخرطوا في هذه المبادرة لأن دعمهم سيأتي بالإيجاب بيكون إيجابي على الجزائري ولكن المواطن الذي يتابع في المشهد الجزائري ربما لا ثقة له أو أكيد لا ثقة له حول المنظومة التي تدير البلاد ولكن كذلك عنده توجس أيضا من تتعرف من المعارضة ومن تقديمها البديل يعني يفضل أن يحرك يروح الإسبانيا يخدم في الحقول بدل من أنه ربما من طروحات معارضة سرى أنه بإمكان تحقيق ما حققته إسبانيا في الجزائر مثلا بانتخال ديمقراطي على طريق الإسبانيا شوف الأخ جمال يقاط علي ياس وحاب يروح الإسبانيا لا أنا ولا غير ورح يقنعه أنه يبقى في الجزائر مهما قدمت له مهما حاولت أن أتبهي له فهو سيذهب إلى إسبانيا ويذهب إلى بلدان يريد أن يهجر الجزائر أما فيما يخص الأغنبية التي باقيها في الجزائر اليوم لا يمكن أن تسير البلد بدون سياسة اليوم في ساحة سياسية لا ندعوهم إلى أن يتولي الجيل جديد لكن أدعوهم أن يهتموا بالشأن السياسي وأن يتابعوا الأحزاب بمواقفها ويحكموا علينا بمواقفها هل تغيرت مواقفها هل هي ثابتة في مواقفها وما تقترح هذه الأحزاب بطريقة تكون ممنهجة وواضحة يعني تقدمها هذه الأحزاب صحيح أن شعب كثير من الجزائرين لديهم ثقة في العمل السياسي وليس فقط في الأحزاب وإنما في العمل السياسي كآلية للتغيير أو آلية لتحسين الوضع العام صحيح هل يمكن التعويل على خيار المواطنة مثلما كنت تشير إليها بدلا من العمل السياسي المواطنة أيضا هو عمل سياسي نعم خيار المواطنة أكيد أنه يكون مفيد ونشوفناها التجارب أنها كانت صالحة في عدة الدول ولكن أيضا يكون فيها خيار المواطنة ممزوج مع عمل سياسي يكون منظم واضح هذه الأحزاب تتقدم لهم ببرامج واضحة في فترة زمنية واضحة وإذا كان هذه الأحزاب السياسية لم أقدر أنها تلبي مقامة به في هذه المرحلة فهنا يدخل المواطنة لأنه يقدر يعاقب هذه الأحزاب في إطار منظومة ديمقراطية شكرا جزيلا لك أمين عريب القيادة في جيل جديد إلى هنا نأتي مشاهدنا الكرام إلى نهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر